معرض صحفيتكم من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم مشاهدين وفي مستهل جولتنا بيومية المساء الجزائرية التي عنونت على صدر صفحتها الأولى القيادة الروسية ترغب في تطوير الشراكة الاستراتيجية مع الجزائر حيث أكد نائب وزير الخارجية الروسي في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون على الإرادة الكبيرة التي تحذو بلاده في مواصلة العمل من أجل تطوير الشراكة الاستراتيجية التي تربطها بالجزائر كما تقرؤون في مقال آخر 2025 أرض الثوار للتكامل الاقتصادي الإفريقي هذا ما أكده وزير وتجارة الجزائرية طيب زيتوني على أن الجزائر ستكون وجهة إفريقية خلال سنة 2025 وأن موقفها ودعمها إلى جانب الدول الإفريقية كدولة سلم وأمن تؤهلها الآن لتبوء مكانة متميزة بفضل العلاقات القوية التي تربطها بدول قره نمر إلى جريدة القدس العربية التي عنونت إسرائيل تبحث أو قول إسرائيل تبحث سغل الرد وبيض ملتزمون بأمنها وبتجنب تمدد النزاع يأتي هذا بعد يوم من الاحتفاء الإسرائيلي المبالغ به برد ضربة إيرانية واسعة لطاق على إسرائيل حيث ساهمت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الغربيون في المنطقة في صدها عكست الصورة في دوائر صنع القرار الصهيوني حالة إرباك وخلاف بين مكونات الاتلاف الحاكم بشأن كيفية الرد الصهيوني المحتمل وتطالعون مشاهدين مقالا آخر تحت عنوان غزة مقبرة جماعية في مجمع الشفاء ومخيم النصيرات ساحة حرب حيث عطر أمس الاثنين على مقبرة جماعية للفلسطينيين دفنتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في باحة مجمع الشفاء الطبي في غزة بعد إعدامهم خلال اقتحامها المجمعة قبل أسابيع في حين قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن الفرقة أو الفرقة الطبية انتشلت تسعة جثامين من محيط مستشفى الشفاء وأضاف أن الاحتلال أعدم أربعمائة شهيد في مجمع الشفاء ننتقل إلى صحيفة الأخبار اللبنانية التي عنونت بالبنط العريض على صفحتها الأولى إسرائيل بمواجهة إيران ورطة الرد على الرد وتقرؤون في فحوى المقالة فيما تسعى طهران إلى تعزيز إنجازها الاستراتيجي المتمثل في إعادة بناء قوتها الرادعة تستمر تكاهنات حول كيفية رد الكيان الصيوني المحتمل على الهجوم وفي الوقت نفسه تتزايد المشاورات الدبلوماسية لمنع تصاعد التوتر خلال اليومين الماضيين الذين أو الذين عقب الهجوم على المحتل أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مشاورة دبلوماسية منفصلة عبر الهاتف مع نضرائه لشرح أهداف إيران من هذا الهجوم وشدد خلال هذه المحادثات على موقف بلاده المبدئي بمعارضة الحرب قائلا أن هدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو تحذير الكيان الصهيوني لفهم عواقب تجاوزه الخطوط الحمراء بعد عدوانه الأخير على القنصلية الإيرانية في دمشق مؤكدا أن الرد إيران سيكون فوريا وواسع النطاق إذا اتخذ الكيان الصهيوني إجراءات مضادة إلى جريدة العربية الجديدة التي تقرؤون في عنوانها الرئيسي زحمة اتصالات لتفادي تصعيد إسرائيلي وكتبت في عنوانها الفرعية عبدالهيان ونظرائه الأوروبيين والإقليميين لا رغبة في التصعيد وسنرد على أي مغامرة وكابنت الحرب مصمم على الرد وخياراته تشمل مهاجمة منشأة إيرانية من جهة أخرى واشنطن تتمسك برفض الإنجرار إلى مواجهة مع طهران وتتعهد بمواصلة الدفاع عن إسرائيل ومسؤولون أوروبيون يناشدون إسرائيل التهدئة وضبطا نفسه كما تقرؤون مشاهدين على نفس الجريدة مقالا تحت عنوان قلق أسواق والعالم وتقول العربية الجديد تسود أسواق والعالم حالة من القلق في عقاب الهجوم الإيراني على الأرض المحتلة واحتمالات الرد الصهيوني وهو ما ينعكس تذبذبا في أسعار النفط وارتفاعا في الذهب وارتباكا في أسواق المال ننتقل إلى يومية الشرق الأوسط التي عنونت في عددها لنهار يوم إسرائيل تتمسك بالرد وتتحاشى الحرب حيث أبدى الكاين الصهيوني تمسكه بالرد على إيران لكن مع تحاشي حرب واسعة في المنطقة وذلك بعدما شنت طهران هجوما انتقاميا مساء السبت ردا على استهداف قنصليتها في دمشق من جهة أخرى تحركات دولية لاحتواء التوتر كما تقرأون في شأن لبناني مقانا تحت عنوان حزب الله يستهدف قوة صهيونية لذا اجتيازها الحدود نمر إلى جريدة الوطن السورية التي كتبت مقانا تحت عنوان طهران مواصلة العدو لمغامرته سينال ردا أو أقول سيقابله برد فوري واسع النطاق وتقول الوطن السورية في مقالها حالة من الترقب والاتصالات المكثفة شهدتها ساعات ما بعد الرد الإيراني على استهداف قنصليتها في دمشق وسط ترقب وحذر دولي من خطوات تصعودية قد تقودها تل أبيب لتوريط المنطقة بحرب واسعة رفضتها كل التصريحات الأمريكية والغربية الأمر الذي فهمته إسرائيل وأدركه مسؤولوها الذين تحدثوا عن هجوم واشيك على إيران أو اتخاذ دون اتخاذ موعد محدد له من جهتها أكدت طهران على لسان وزير خارجيتها أن هدفها من الرد على العدو هو تحذير الكيان الإسرائيلي لكي يفهم عواقب تجاوز الخطوط الحمراء وحذرت من أن مواصلة العدو لمغامرته سيقابل برد فوري واسع النطاق بهذا مشاهدين أن نصل إلى نهاية معرضة الصحافة لنهار اليوم شكرا على حسن المشاهدة والمتابعة إلى اللقاء